السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب تكونوا كلكم مستمتعين بكاس العالم الف مبروك للسعودية ومبروك برضو لتونس الخضرة ويا رب يكمل للفرقة العربية كلها على خير دي لمسة مننا كده عملت المقلوبة على طريقتي باللحمة وكاتب عليها قطر عشرين اتنين وعشرين يعني كمساهمة مننا في كاس العالم علشان نبقى برضو مش بعاد عن الاحداث اللي بتحصل يارب تعجبكم ان شاء الله نشوف بكل تكاتها وتفاصيلها مع بعض الطريقة يلا بنتابعوني بسم الله الرحمن الرحيم هنجيب حوالي كيلو بتنجان رومي او حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها ده حوالي كيلو حوالي كيلو بتنجان رومي هنقطعه بالطول طبعا غسلينه كويس هنقطعه بالطول اشيل بس الرأس بتاعت اللي بتنجانية هوركوا اول واحدة معايا وهنكون مجايزين المصفة زي ما احنا شايفينها وشوية ملح بعد ما اقطعه بالطول زي ما احنا شايفين طبعا هو كبير فانا هقطعه بالطول واقسم بالطول برضو القسم اللي انا هشوفه اللي انا قطعته يعني زي ما هتشوفه معايا دلوقتي هقسمه برضو جزئين وحطه في الملح علشان ينزل المياه بتاعته تحتيه طبق يصفي فيه وهنسيبه شوية في الملح بتاعه يعني يصفي المياه بتاعته ما يشرفش زيت ويبقى لونه ضهبي وجميل تمام اهو هعمل بقى كل الكمية بس دي يعني باوريكوا واحدة معايا هعمل كل الكمية وحطه في المصفة وعليها الملح ونسيبها شوية التنزل ميتها وبعد كده زيت سخن وغزير ونحمره فيه بس هنشوف معاها دلوقتي واحدة واحدة ادي اول واحدة هو رشية الملح عليها وهنعمل بقية كمية البتنجان وهو بقطع بقية البتنجان برضو بالطول والحطة الكبيرة بلاقيها بطول كبيرة يعني عريضة بقم اسمها برضو بالطول نصين وبرضو هملحها بالملح مع اخوتها في المصفة هناك تمام في بس واحدة كده هلاقيها زغنانة هعملها بدل ما بالطول هعملها دوريات 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 مش بالطول تمام اهي اهي جي حطه في نص الحالة لما اجي رص دلوقتي المقلوبة مع بعض هنعمل مع بعض واحدة واحدة بس برضو نحط عليها ملح ونسيبها برضو ايه تصفي ميتها تمام وندخل بقى المطبخ بتاعنا تسع على النار تسخن شوية ونحط فيها شوية زيت شوية زيت صغيرين ونكون مجاهزين من اللحمة المفرومة بتاعتنا لحمة مفرومة حاجة ليلة كده خالص اكلة لزيزة وجميلة وهيحبها ولدك اوي 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 هي معروفة طبعا بس دي انا حبيتها شارككم طريقتي في عميلها هيسخن الزيت نقوم محطين فيه اللحمة المفرومة بتاعتنا تاخد لون تغير لونها بس هتغير لونها ونحط لها التوابل اللي هنشوفها مع بعض طبعا نقلبها اهي نقلبها لحد يعني تغير لونها معنا بس ونحط التوابل بتاعتها اللي هي عبارة عن ملح فلفل اسمر مع رقية ارفع صغيرة وابهارات مشكلة اوي سبع بهارات هنضيفهم على اللحمة ونقلب كويس هلاقي غيرت لونها كده وخلاص تبقى تمام جاهزة نركنها على جنب ونشوف اللي بعده اهي تمام كده خلاص نحطها في حاجة على جنب بقى ونقلي الحاجات بتاعتنا طاصة بقى على النار نحط فيها زيت زيت كده حب زيت حلوين يسخنوا اوي 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 ونحط فيه البتنجان بتاعنا بعد ما نكون صفناه لانه هو هينزل ميته بعد ما حطنا فيه ملح في المصفى فهنصفيه وبعدين ناخده مش هشرب زيت خالص وهيبقى جميل ويبقى لونه وردي وجميل جدا جدا اهو مش هنكربسه جنب بعضه ولزقه لأ هو على بالراحة كده واحدة واحدة وبعدين هنشيله من الطاصة اهو بصوا وردي وجميل ازاي طبعا نطلعه على منادي الورق هنعمل بقى كل الكميات بتاعتنا كل اللي بتنجم بتاعنا اهو لونه وردي وجميل يعني فيش حاجة ايه اتهرت ولا حاجة طالما حطينا الملح بصفي المية بتاعته وبيخليه اه يتحمر كوي بقى لونه جميل زي ما انت شافي بعد ما شدنا بقى البتنجان من الطاصة في نفس الطاصة بصوا جبنا بصلتين كده كبار قطعناهم شرايح قطعناهم شرايح هنحط فيهم هنحط في الزيت البصل ده الشرايح ده نشوحه شوية يبقى لذيز قوي وطعم اهو حطيت كمية البصل اللي انا كنت مقطعها شرايح وهجيب كمان كم فص طوم كده هشوحهم مع البصل كم فص طوم سلام هشوحهم مع البصل ودي حاجة اختيارية انا بحب البصل والطوم في الاكل قوي بحب الطوم قوي 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 اهو هنحطهم يتشوحوا بقى يكملوا تشويحة مع بعض وبعدين هنخرج البصل والطوم اللي اتشوحوا على برضو منديل ورق في الطبق بتاعنا ونعمل الخطوات اللي بعدها اهو تشوح هننشل البصل بالطوم على المنديل الورق زي ما احنا شايفين هنصفي كويس من الزيت ونحطه على المنديل الورق كده نفرطه اهو نصفيه بس من الزيت ونحطه على المنديل يتشرب الزيت هنيجي بقى للبعده هنا عندنا حوالي كبايتين رز صغير عادي خالص غسلينه بس كبايتين رز المصر العادي بتاعنا غسلناهم وصفناهم من المية ونحطهم زي ما احنا شايفين وهنا بقى انا جبت كيل كباية ونص رز بس ماتي غسلته ونقعته في المية لمدة نص ساعة بعدين صفيته وهضيفه على الكبايتين الرز المصري العادي اللي عايز يعمل بدل الرز المصري اه رز بس ماتي يبقى اوكي زي سرايت اللي هو عايزه يعمله تمام انا حبيت كده وكده علشان طبعا اه يعني اه بدل ما يبقى الرز كله بس ماتي ومعروف ان هو غالي فجبت شوية كده بعدين كله بقى غالي ما يجرىش حاجة ده بقى شوية ربع كبايت زيت ربع كبايت زيت من اللي احنا قالنا فيهم تمام ومعنا هنا التوابل بتاعتنا عبارة عن ملح ومعلقة كركم وابهارات مشكلة او سبع بهارات مع فصين تلاتة حبهين مطحون وهنحطهم على الرز البسماتي والرز المصري وربع كبايت الزيت اللي كنا قالين فيها خدت شوية كده حطتهم مقلب كويس قوي يتقلب كويس قوي مع البهارات والزيت تمام ده الرز بتاعنا نقلبون كويس قوي قلت اللي عايز يعمل اه كله يبقى رز بسماتي اوكي هيبقى تقريبا حوالي شو يبقى المقدار بتاع الحلة بتاعي كيسا مش بعرب بالمقادير يعني انا بعمل حسب حلتي حسب الكمية بسم الله ما شاء الله اللي هم عايزين فبالنظر كده بابقى عارفة بصراحة لكن هو ده انا عرفته ليه لان انا جبت فعلا كبايتين رز مصري وكان اه عنديش اه حوالي كباية كباية ونص حوالي كباية ونص تقريبا رز بسماتي اه غسلت غسلت الرز بسماتي ونقعته لمدة نسل ساعة وبعدها نما جيت اخلط بقى الخليط ده رحت غسلها الرز المصري بس وصفيته وحطيته وصفيت الرز البسماتي وحطيته تمام وحطت عليه الزيت والبهارات هنشوف بقى اللي هنعمله بعد كده دي قطع طماطم قطعتها هنشوف هنعمل بها ايه دلوقتي متقطع شرايح تمام متقطع شرايح دوريات يعني واجل بتنجم بتاعنا اللي احنا قلناه واجل بصل والطوم اللي احنا شوحناه هنحط كل حاجتنا هنطبق قدامكم واحدة واحدة هنا بقى جبنا الحلة بتاعتنا وجبنا اهي شرايح التماطم التماطم ما قطعنا دوريات هنحطها في ار الحلة هنحطها في الحلة ههو من تحت هنرصها هرص كل قطع التماطم دي علشان هنرص مع بعض حاجات المقلوبة اهو زي ما احنا شايفين بصوا رصتها ازاي في القاعة اللي بتاع الحلة هنشوف بقى هنحط عليها البتنجان دلوقتي مع بعض اهو نجيب الشريحة بالبتنجان ونحطها كده وبعدين هنجيب التانية ونرصها جنبها كده تمام هنفضل بقى نعمل كده كده بالدورية اهو اهو حتة منها في القاعة اهو حتة كبيرة منها اه سندة على جدار الحلة هنعمل بقى كل كمية البتنجان في الجناب زي ما احنا شايفين وهورصنا كله وحطت حطيته اهو في القاعة بقى في المنتصف او في النص بتاع الحلة الدوائر البتنجان اللي كنتم قطعاها دوائر وهنا بقى جبت اللحمة المفرومة اللي كنا خلناها تتشوح بسيط كده على النار هنفرض شوية منها على البتنجان هنفرض شوية منها على البتنجان اهي زي ما احنا شايفين اهي شوية لحمة وبعدين وبعدين مفروض كنت احط البصل اللي متشوح بس انا نسيت فحطيت الرز احط الرز هاعد ارصه ما في كنت احط اهو مش المفروض هو براحتكم الطبقات دي براحتكم لكن انا كنت احط البصل يعني المتشوح على اللحمة الفرومة اسكت لا ما اسكتش بعد ما حطيت الرز وفتكرت البصل قلت لا والله اعبد نروح تحطيت البصل وحطيت عليه طبقة كمان من الرز تمام نتصرف كده نشغل ايه مخنا يعني احنا استدبيوت اه مش قوانطة تمام بس اهو اهو عطى رص بقى الرز رصته كله بعد ما رصيته وفتكرت البصل روحت حطه تاني اهو افتكرت البصل روحت بقى حطه احطه وبعدين حطيت عليه اه كنت المفروض بقى كده خلاص بس قلت اعمل ايه طيب روحت حطة بقى ايه اه يعني ايه الطبقة بسيطة من الرز تاني على البصل بس خلاص هنا بقى جب طبق صغير حطته على الرز كده كتمت بالرز علشان ما اجي حط المرأة الشربة بتاعتي يعني اه اه ما يعملش فتحة في الطبقات ويبهدللنا الطبقات اللي احنا عملناها بعد ما حطيت الشربة روحت شايلة طبق بالراحة خالص اهو وهتني بقى اللي بتنجمع الحروف على الرز زي ما انتو شايفين كده هتنيها دير ميدور تمام وغطيها وحطها على نارة عالية لحد ما تشرب المياه زي الرز العادي بعدين اوطي عين شماع عليها بتقعد من 25 ل 30 دي يعني من اه نص ساعة لخمس ده لحد نص ساعة تمام غطيتها بقى وحطها على النار دلوقتي نارة عالية نارة عالية لحد ما تشرب زي الرز العادي خالص لحد ما يتشرب المياه بتاعته الشربة وبعدين نوطي بها يا عين شمعة من 25 ل 30 دقيقة هتلاقيها ان شاء الله استوته بقت زي الفل تمام وهي اتشربت هنحطها بقى العين اللي هناك الهادية اللي هي عين شمعة على شمية لسعش وبعد 25 ل 30 دقيقة هفتحه معاكم وورهولكم ان هو استوى ازاي وبقى زي الفل بقى اه مفلفل اهو مفلفل قبل ما حطه على عين الشمعة هتطلق اه معلقة سمنة عايز تحط ندعي الزيت ما لقيتش فيها ما جراش حاجة يبقى مفلفل كده وجميل وبقى ضغطه بقى بالمعلقة ليه علشان ما جقلب خلاص كده انا طفيت اهو خلاص بص ومفلفل وجميل انا بقى بقى ضغط علي بالمعلقة علشان بس ما تقلبش على طول استني حوال لربع ساعة كده عشرة دقيقة لربع ساعة وبعدين نقلبي بالراحة بسم الله الرحمن الرحيم اهو سيبي بقى كده برضو عشر دقيقة يعني ما تترفعيش الحلة على طول سيبي عشر دقيقة ورفعي بقى الحلة بالراحة تمام هتلاقي زي الفل اوكي اهو بعد عشر دقيقة رفعت الحلة بالراحة خالص بصوا ما شاء الله فيش حاجة خالص لزقت في الحلة وما فيش حاجة خالص اتهارت مني طالما سيبتي من عشر الربع ساعة بعد ما طفتش على النار وكمان بعد ما قلبتي على الصنية سيبتي الحلة فوقي عشر دقيقة بعد كده رفع الحلة بالراحة اهو حطي بقى عليه لوز حطي عليه كاجو حطي عليه اللي تحطي عليه براحتك خالص انا حط عليه شوية اللحمة المفرومة اللي اه اللي فضلين على الوش وبعدين ازيينه بقى بشوية مكسرات اهو مكسرات اهو بصوا الحلة فشحة جلزقة بصوا تمام طالما عملت الخطوات اللي انا قلتلك عليها وهو ايه رأيكم ايه يأيك اظن حاجة روعة جميلة شكل وطعم يجنن شكل وطعم يجنن ومرة اه عملتها بحاجة تانية فانا بستعرض معاكو بقى ايه تعبي معلش يعني ايه ايه رأيكم طبعا بنتمنى الفوز لكل منتخاباتنا العربية انا اول مرة يعجبني يعني انا اصلا بقى لكسير معتازة للرياضة لكن لما شفت بصراحة اللي افتتاح اه كاس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين تحفة 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 اه يعني انبهرت حبيتها ما حبها تبعتها فطبعا النهاردة السعودية عملت عظمة وتونس الحمد لله واحد واحد فيعني متابعين الحمد لله وآه طبعا بفضل ربنا سمو أولادي ربنا يحفظهم يا رب فحبيت اشارك بحاجة بسيطة جميلة صاح وهنا بقى عملنا اه خطين بتوع فلنة قطر على قد ما اقدر تمام وقطر اهي بالأحمر والكاس و اتنين وعشرين اللي هو اتنين وعشرين يعني على قد ما اقدرته وعلى قد المساحة الموجودة ايه رأيكم شجعوني بقى اوه شكرا 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 مرسي مرسي لزقكم طيب اشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله بس طبق بس الخطوات اللي انا قطيت لكم عليها علشان تعرفوا تقلبوها ما تتبهدلش منكم لانها مقلوبة مش محتاجة زكاء لازم تتقلب وبالهنو الشفة تعجب بولادكم ان شاء الله حبوا نفسكم علشان تعرفوا تحبوا بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي